هذه أبرز العناوين رصد مكافأة غير مسبوقة لنهضة بركة للفوز باللقاب بمسر بلغ عجل باريسان جرمان تعلنها وتقرر التعاقد مع لاعب جديد من المنتخب المغربي ريال بيتيس يتشبت بشاد الرياض وسط اهتمام أرسنال والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس رصد مكافأة غير مسبوقة لنهضة بركة للفوز باللقاب بمسر عقد حكيم بن عبدالله رئيس نهضة بركة اجتماعا مع لاعبي في أكاديمية النادي لتحفيزهم على الفوز بالبطولة القارية نهضة بركة سيكون ضيفا على الزمالك في مباراة الإياب لنهائي كأس الكنفيدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل إن شاء الله بعد فوز الفريق المغربي بهدفين لواحد في مباراة الدهب ووفقا لموقع كرة فإن حكيم بن عبدالله قدم مكافأة غير مسبوقة في تاريخ نهضة بركة لتحفيز اللاعب على تحقيق نتيجة إيجابية ضد الزمالك مما يمكنهم من الفوز باللقاب رئيس الفريق أكد أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تدعم الفريق حيث سفر اللاعبون بطائرة خاصة وتم تنظيم رحلات للجماهير لتقديم الدعم اللازم وفي الوقت نفسي حدر مدرب الفريق المغربي معين الشعباني اللاعبين من رد فعل الزمالك خاصة مع توقع حضور جماهيري كبير للفريق المصري الشعباني أكد أن الفوز بكأس الكنفيدرالي يعني الكثير بالنسبة لها ولذا يجب علينا عدم التفرط فيها بلاغون عاجل باريسان جرمان تعلنها وتقرر التعاقد مع لاعب جديد من المنتخب المغربي يسعى نادي باريسان جرمان الفرنسي بقيادة مدربه الأسباني لويس إنريك لتعاقد مع لاعب المنتخب المغربي ونادي فاينورد الهولندي إسماعيل السيباري خلال موسم الانتقالات الصيفية ووفق من نشرت وسائل إعلام هولندية فإن النادي الباريسي يراب بقواز في التعاقد مع المغربي إسماعيل السيباري لينضم لمواطنه أشرف حكيمي ضمن المشروع الجديد لباريسان جرمان الهدف إلى إعادة بناء فريق بمواصفات مختلفة عن سياسة النجوم الذهبية التي لم تفلح ويعاول النادي الفرنسي على تشبيب الفريق وبناء فريق متجنس بخروج نجم الفريق الأول كيليان بابي ريال بيتيس يتشبت بشادي رياض وسط اهتمام أرسنال يسعى نادي ريال بيتيس الإسباني جاهدا لضم المدفع المغربي الشاب شادي رياض بشكل دائم بعد تألقه اللافت خلال الموسم الحالي كمعارن من نادي برشالونا وفق لموقع فيتشير الإسباني فإن إدارة بيتيس مصممة على تفعيل بوندش رائع عقد رياض من نادي برشالونا نظر للمستويات الرائعة التي قدمها خلال منافسة الليج هذا الموسم وأوضح المصدر ذاته أن مسؤولي الفيردي بلانكوس حريصون على حسم صفقة شادي رياض في أقرب وقت ممكن خوفا من دخول أندية أخرى على خط التعاقد معه خاصة مع رغبة برشالونا في استعادة خلال فترة الانتقالة الصيفية القادمة ويواجه بيتيس منافسة قوية من نادي أرسنال الأنجليزية الذي يبدأ اهتماما كبيرا بخدمة رياض حيث من المقرر أن يرسل المدفاجية بعد كشافهم لمتابعة اللاعب عن كتب وتقديم تقارير مفصلة عنه قبل اتخاذ أي قرار رسميا بشأن التعاقد معها ويملك شادي رياض البالغ من العمر 20 عاما عقدا مع برشالونا يمتد إلى غير صيف عام 2025 بينما يلعب حاليا معارض لريال بيتيس لموسم واحد ويمكن لبيتيس شراء عقده بشكل نهائي مقابل دفع مبلغ 3 ملايين يورو بينما يحق لبرشالونا استعادته في الصيف المقبل مقابل 7 ملايين يورو وشارك رياض مع ريال بيتيس في 24 مباراة في الليغة هذا الموسم وقدم أداء مقنع أكسبه إعجاب الجماهير والإدارة على حد سواء مما يجعله هدفا مغرية للعديد من الأندية الأوروبية خلال الفترة القادمة الموت يفجع الدولي المغربي السابق نور الدين النبت تفي الشقيق العميد السابق للفريق الوطني ونادي الويداد رياضي نور الدين النبت وانعى نادي الويداد وفاة شقيق لعبه الدولي السابق في بلاغ نشره على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل وجاء في بلاغ الويداد ببالغ الحسن والأساوة تسليما بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة أخي اللاعب الويداد الدولي السابق نور الدين النبت وأضف وعلى إتر هذا المصاب الجلال يتقدم المكتب المسير لنادي الويداد رياضي باسمه ونيابة عن العائلة الويدادية بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى أسرة الفقيد أراجينا من المولى عز وجل أن يتغمض روحه بالرحمة والمغفرة وأن يلهم دويه جميل الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون الأرجنتين تواجه منتخبا عربيا استعدادا لمواجهة المغرب وجه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم دعوة إلى المنتخب الأولمبيا المصري لمواجهة نظره الأرجنتيني وديا شهر يونيو المقبل إن شاء الله في إطار الاستعدادات للألعاب الأولمبيا التي اتجرى شهر يونيوز المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس وجاءت هذه الدعوة بطلب من المدرب خافير ماسكيرانو الذي راب في مواجهة منتخب من شمال إفريقيا استعدادا لمواجهة المنتخب المغربي في المباراة الأولى في أولمبيا باريس يوم الرابع والعشرين من يوليوز المقبل ووافق الاتحاد المصري مبدئيا على الدعوة في انتظار تحديد مكان إجراء المباراة علما ان انتحاد الكورة الأرجنتيني سيتكفل بكافة المصارف التنظيمية المرتبطة بالمباراة الودية ويوجد المنتخب المغربي لأقل من ثلاثين وعشرين سنة في مجموعة الأرجنتين وأوكرانيا والعراق بينما يوجد منتخب مصر في نفس مجموعة إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزباكستان ويوجد المنتخب الأولمبيا المغربي شهر يونيو المقبل إن شاء الله منتخب بلجيكا لأقل من واحد وعشرين سنة في مباراة ودية مع إمكانية برمجة مباراة ودية تانية في أسبوع الفيفا الذي يتزامن مع إجراء مبارية تصفية كأس العالم الفين والستة وعشرين الويفا يدعم الملف المغربي لإسبانيا البرتغالي بشأن مونديال الفين وثلاثين أكد سلوفيني ألكساندر تيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا دعمه لنظره الإسباني على خلفية تنظيم بطولة كأس العالم الفين وثلاثين وهو الترشيح الذي يضم أيضا المغرب والبرتغال وفي الجماعين تنائيا في بنكوك حيث سيعقد اليوم الجمعة الشماع والجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم ويفا تبدل بيدرو روتشا رئيس الاتحاد الإسباني أطرف الحديث مع تيفرين وخلال الاجتماع أظهر المسؤول سليفوني دعمه التام لكرة القدم الإسبانية في مواجهة التحديات التي ستواجهها خلال السنوات المقبلة والتي أهمها تنظيم منذها 2030 وشرك كيلامي روتشا والشيفرين مسبقا في لقاء شابه جو مريح وتعاون متبادل مع اتحادات الكرة الخامسة والخمسين ممتل الويفا والذي الشيد أيضا حضور سويس ريجيانا إنفانتينو رئيس الفيفا وسبق الاجتماع قلق كبير أعرب عنه ويفا والفيفا في خطاب رسمي للمجلس الأعلى لرياضة الإسباني بسبب إنشاء لجنة للإشراف على عمل الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الأشهر المقبلة تزامنا مع إيلاني روتشا رئيس للإتحاد